لكن اللي بنتكلم فيه من القاهرة إلى غزة النهاردة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان عقد هو ونظيره التركي فخر الدين قوجة مؤتمر صحفي في مدينة معهد ناصر الطبية للبحوث والعلاج معالي وزير الصحة أكد أن مصر مستعدة لاستقبال أي جرحة ومصابين وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي وإنه ده إعلاء لمبادئ الإخاء والإنسانية حقيقة وزير الصحة المصر يأكد أن مصر هي الدولة الوحيدة خد بالك بقى من دي هي الدولة الوحيدة ده مش كلام يوسف ده كلام مسؤول ده كلام وزير الصحة في البلاد هي الدولة الوحيدة التي سعت لإنقاذ أطفال الأورام في قطاع غزة واستقبالهم للعلاج وإن دي جهود مصرية خالصة خالصة في إخلاء ونقل وعلاج الأطفال داخل المستشفيات المصرية حقيقة معالي وزير الصحة كمان كشف عن استنفار كامل في هيئة الإسعاف المصرية لتجهيز 35 سيارة مجهزة بحضانات الأطفال استعدادا لإنقاذ الأطفال حديثي الولادة فور ووصولهم لمعبر رفح وفي أي وقت الجهد مضني والمسئولية كبيرة بس ما حد وقف غيرنا مصر الدولة الوحيدة في تصريح رسمي من وزير الصحة المصري